دوني بقى روح برضو الخبر اخر محزن انبارح كان فيه خسارة ثقافية وتاريخية فادحة تعرضت لها فرنسا انبارح بالليل وده بعد احتراق اقدم واشهر كنائسها وهي كنيسة نوتردام دي الكنيسة اللي اشتهرت حول العالم من خلال رواية الكاتب الفرنسي الشهير بكتور هوجو احدى بنوتردام وطبعا كان فيه حالة شبه حداد في فرنسا والعالم كمان بعد احتراق الكنيسة طبعا بتعتبر واحدة من ابرز التحف الاثرية في العالم مصر كمان اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انبارح تضامنه وتضامن الشعب المصري مع دولة فرنسا وقال الرئيس في تدوينه لي على حسابه الرسمي على تويتر تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام وان فقدان ذلك الاثر الانساني العظيم خسارة فادحة لكل البشرية واعلن تضامني وتضامن الشعب المصري مع الاصدقاء في دولة فرنسا متمنيا تدارك اثار هذه اللحظة الانسانية بالغة التأثير باسرع ما يمكن طبعا خلينا اقول لحضراتكم ان اسباب الحريق الكبير تعرضت الكنيسة ما زال حتى الان مجهول